ما زالت التصريحات الأمريكية تبدي بما لا يسر بال الأسد كما يبدو الجديد هذه المرة من البيت الأبيض جاء عبر منصب موصوف بالأكثر تأثيرا في الدولة وفي الرئيس مستشار الأمن القومي للرئاسة الأمريكية هيربيرت ماكماستر صرح أن الوقت قد حان لإجراء مباحثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها لنظام الأسد مضيفا أن عليها أي روسيا وقف ما وصفه بالأعمال التخريبية في أوروبا الأمران الملزمة موسكو بكف عنهما حسب الإرادة الأمريكية يمكن اعتبارهما أمرا واحدا بالنظر إلى أن أحدهما أدى إلى الآخر فدعم بشار وما صحبه من تصاعد في وطيرة العنف تسبب في تهديد القارة العجوز بأكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما عبر عنه مستشار الأمن القومي بقوله أن دعم فلاديمير بوتن للنظام وعمله الدؤوب على بقائه في الحكم هو السبب وراء استمرار الحرب واستمرار اللجوء غير الشرعي إلى أوروبا لكن الإدارة الأمريكية التي أبدت جدية في التعامل مع الملف السوري منذ مجزرة خانشيخون وما نتج عنها من ضرب مطار الشعيرات لا ترجح إنهاء المسألة عبر حل عسكري مباشر كما يبدو فواشنطن غير معنية بحرب طويلة الأمد مستندة لذلك إلى تجربتها في العراق وأفغانستان وإنما ستحمد إلى مزيد من الدعم لما تسميه بالقوات الشريكة في سوريا وهذه هي الوحدات الكردية كما صار معروفا العصف على وتر الحرب والمواجهة ولو كانت غير مباشرة يتزامن مع جولة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إلى المنطقة سيبدأها ثلاثاء في الرياض بوصفها حليفا استراتيجيا هاما وستجمل الزيارة قطر وجيبوتي وهذا هو المهم هنا خصوصا وأن واشنطن تملك فيهما أكبر قاعدتين عسكريتين مراقبون يقرؤون في ذلك رسالة واضحة للنظام وحليفته موسكو مفادها أن الحسم الأمريكي تجاه سوريا قادم لها محالة ويبقى السؤال هنا هل ينجح الروس هذه المرة في التقاط الرسالة الأمريكية أم أن حالة عدم الوضوح التي عبر عنها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ستبقى عنوانا للمرحلة بيسكوف الذي قال ذلك تعليقا على لقاء وزير خارجية بلاده سيركيلا فروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون تذرع بأن الإدارة الأمريكية ما زالت في طور التشكيل معاولا في الوقت ذاته على ما سماه صبر بوتين الرجل قال إن بوتين صبور بما فيه الكفاية لكن البعض يسأل هل ترامب صبور بما يكفي؟ سؤال ستكشف عنه الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر